معنا من موسكو الأكاديمي والباحثة السياسية الدكتور محمود الأفندي مثال خير دكتور محمود الأفندي إذن هناك حزمة جديدة تستهدف صناعة النفط الروسي هل تعتقد بأن تأثيرها سيكون مختلفا هذه المرة عن الحزمة التسعة السابقة؟ أول شيء سيد المساكي سيدة الكريمة والأخوة المشاهدين أول شيء يعني نعلم جيدا أن منذ تطبيق العقوبات على تحديد سعر النفط الروسي منذ نهاية العام الماضي روسيا بدأت الآن لا تصدر النفط الخام فتصدر المواد النفطية مثل الديزل والمواظت والزيوت النفطية ففعليا زادت يعني إذا قررنا بالعام الماضي إذا قررنا مجرد النسبة أن روسيا الآن إذا السنة الماضية كانت تصدر حوالي 70% نفطها مواد خامية كانت نفط خام الآن تصدر فقط 30% لذلك استيقظت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها على هذا التلعب بالعقوبات ونريد الآن تحديد أسعار لمستشقات النفط يعني المواظت والديزل ففعليا هذا يؤدي نوعيا إغلاق نوعا ما السوق العالمي بهذه المواد فعليا لأنها ستجبر وتحديد السعر ما هو تحديد السعر وكيف سيحدده فعليا لأن أمريكا لا تريد روسيا أن لا تورد هذه المواد تريد فقط أن تخفض أرباح روسيا بنفس الوقت لتظل تورد هذه المواد فعليا يمكن أن تؤثر الآن نوعا ما على الشركات النفطية الروسية يمكن أن تقضي تأثير سلبي لمدة قصيرة من الزمن ولكن تحديدها يمكن أن نقول أن هناك نوعا ما تحديد بالسعر لنرى ما هو السعر المحدد حتى الآن ليس هناك أي اتفاق وأي نوع من أنواع التحديد للسعر دكتور الأفندي تقول بأنه تأثير محدود لكن هذا التأثير المحدود برأيك ألن يكون له تدعية أيضا على الحرب الروسية في أوكرانيا من خلال المعدات وأيضا الجنود بالشكل العام سيكون لها تأثير ولكن على الحرب ليس تأثير مباشر لأن فعليا إذا رأينا أن الحرب الروسية على أوكرانيا ليست مكلفة كما يظن الغرب يعني كلنا يزد أن هناك تكلفة الحرب الآن حتى تقوم بالأسلحة التقليدية والأسلحة التقليدية لدى روسيا دكتور الأفندي ليست هناك حرب غير مكلفة كل الحروب مكلفة تستدعي المزيد من الميزانيات الدفاعية واستعمال مخزون للصواريخ وأيضا دعوة الاحتياطي استدعاء الاحتياطيين كيف تقول بأنها غير مكلفة مع كل هذه الحزن من العقوبات دكتور فندي أنا المخصود كما يظن الغرب المكلفة يعني التكليف يعني إذا قررنا فقط بأسعار الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة إنه هناك فرق 1 إلى 10 يعني فعليا إذا سعر الدباب الروسية لو فردنا كان 100 ألف دولار سعر الدباب الأمريكية تقريبا بأربع أضعاف وخمس أضعاف هناك اختلاف في موازين الأسلحة وموازين الأسعار بين الدولتين يعني فعليا منظومة الاس 300 أو الاس 400 الروسية ثمنها 300 مليون دولار بينما منظومة الباتريوت ثمنها مليار فهناك اختلاف في الأسعار وبنفس الوقت الإمدادات بالنسبة للأسعار روسيا في الفترة الأخيرة استطاعت أن تقوي اقتصادها على أساس سعر الروبل وبدأت بطباعة الروبل في الفترة الأخيرة لإعطاء الرواتب يعني لذلك الدولار الآن والروبل محافظ على قوته يمكن لروسيا أن تطبع روبلات وتنتجها للسوق ففعليا بالنسبة للرواتب الاحتياط الرواتب مؤمنة أما بالنسبة المعدات العسكرية كما قلت لك في السابق فعليا ستتأثر روسيا ستتأثر روسيا ولكن من يتأثر أكبر هل الولايات المتحدة الأمريكية بدعمها وحلفائها بدعمها يعني نرى جيدا أن هناك 150 مليار دولار دفعت مساعدات إلى أوكرانيا عسكرية واقتصادية من شهر شباط وحتى الآن بينما العملية العسكرية الروسية كلفت في حوالي 60 إلى 70 مليار دولار يعني وواقف فرق بالنصف تقريبا هذا يعني أن روسيا تتوازد الآن وخصوصا بحسب تصريح الرئيس موتين للبارحة قال أن هناك 200 مليار دولار دخلت الخزينة الروسية خارج المستقات النفطية وخارج الورد النفط حتى الآن الغرب يعتقد أن روسيا محطة مانزين وغاز الروسية الآن تعتمد وتصدر الموادر الغذائية والأسمدة أصبحت متطورة أكثر من السابق فعليا حتى الآن ويات المتحدة لازالت تفكر بالطريقة القديمة شكرا دكتور محمود الأفندية الأكاديمي والباحث السياسي من موسكو ترجمة نانسي قنقر